اهلا بكم في الحلقة التانية من كرس الصوتيات قبل ما نبدأ عايز اقول ان في حاجات كتير مش هتكون واضحة لو انت لسه ما شفتش الحلقة القابلة دي اللي هي الحلقة الاولى هتلاقيها في نفس البلايليست على يوتيوب او على فيسبوك هنتكلم في الحلقة دي على حاجات ممكن تكون غريبة على بعضكم خاصة لو ما غدسوش صوتيات قبل كده طيب خلنا نرد على شوية كومنتس وفيدباك عن الحلقة اللي فاتت علشان لو في حاجة مش واضحة لحد في ناس بتقول ان البري تيست اللي انا عملته المرة اللي فاتت في الحلقة الاولى كان اسرع من اللازم بالنسبة للناس المبتدئة هو ده الهدف منه انه هو يعمل لك شوك هو هدفه نفسي اكتر منه تعليمي يعني مش المفروض انك تتعلم منه حاجة او تختبر نفسك زي ما انا قلت لكن كل الفكرة ان انا بعمل لك صدمة علشان تكمل معي في ناس تانية برضو بتقول ان موضوع رمز او شكل الصوت ده موضوع هيلخبطني يعني انا كنت بعرف الحروف وخلاص فلما اعرف اشكال الرموز خاصة انهم اربعة واربعين صوت ده هيبقى موضوع يلخبطني فابقول للي فقر كده او للي حس كده الرموز ده للتسهيل انت مش مطلوب منك تعرف تكتبها انت مطلوب منك حاجة واحدة لما تشوفها في قموز او في اي مكان تعرف انت كاليرنور يعني مش كمدرب كواحد بيتعلم مطلوب منك تبقى عارف لما تشوف الرمز ده تكون عارف شوه بيعبر عن صوت ايه علشان لما تيجي تتمرن على النطق السليم لمجموعة كلمات تبقى عارف هيبطة نطق ازاي من غير بقى ما تحتاج حد ينطقها لك وتقدر دلوقتي بشكل مبدئي تاخد فكرة عامة عن موضوع اشكال او رموز كل صوت وواحدة واحدة هتلاقيك عرفتها لوحدك قبل ما نعمل اي حاجة او نتكلم في اي حاجة عايزك تحط ايدك على حنجرتك وتنطق معي الصوتين دول تاني اكيد لاحصت ان فيه او هزة وانت بتعمل صوت والاهتزاز ده ما حصلش وانت بتنتقى صوت وزي ما قلت احنا ما زلنا بنتكلم عن الاصوات الساكنة اللي عملنا لها عرض كامل الحلقة اللي فاتت لكن النهاردة هنقسمهم الاصوات بتعمل او الاهتزاز اللي اتكلمنا عنه واصوات تانية مش بتعمله ولو بدأت دلوقتي تسأل نفسك هو ايه لازمته ده اصلا انا عايز انت اصحه خلاص فاصبر شوية وكمل الحلقة للاخر وهوضح لك اهمية ده دلوقتي بقى عايزك تركز معي في الصورة دي دي الفوكال كورتس الاحبال الصوتية لما بنيجي نطق حروف معينة او اصوات معينة بيحصل فيها اهتزاز فالصوت بيطلع من المنطقة ده ومع اصوات تانية لا اها ممكن تكون نفس حركة اللسان او الفك لكن النقطة او الاختلاف بين الصوتين هو هل الصوت طلع من الفوكال كورتس ولا حركة فمه ولسانه فك ملاهاش علاقة بي ان هو حرف صوتي او لأ جرب معي تانية انت قل الصوت ده وانت حطت ايدك على الحنجرة بعديه انت قل الصوت ده اكيد لاحظت ان صوت الز فيه فيبريشن والاس مفيش فيه مع انها نفس حركة اللسان ونفس الاداء بالزبط لكن الفرق ان فيه اهتزاز في فيبريشن في الفوكال كورتس مع الز ومفيش مع الز الاسوات اللي سكينة بقى مقسومة لمجموعة اصوات بتعمل فيبريشن ومجموعة تانية مش بتعمل فيبريشن ده وعلشان الموضوع برضو يكون واضح اكتر حاول تجربه مع اكتر من صوت يعني تحط ايدك على الحنجرة وتقول معايا كل اللي النطقتهم دول حروف بتعمل فيبريشن هنا لكن لو جربت اصوات زي مثلا كل الاسوات دي مش هتلاقي في فيبريشن هنا فدي اسوات فيسلس طيب قبل ما نبدأ نبراكتس على الموضوع ده دلوقتي بس عايز اقول ان ده هو الثوتيات ده اصعب جزء لو فهمته او لو الحلقة دي تمكنت منها خلاص كل اللي جاي هيبقى فن بالنسبة لك ايه اصلا دراسة الصوتيات شيء يعني لذيذ كويس ولو تجاوزت الحلقة دي وانت فاهمها كويس كل اللي جاي هيكون بالنسبة لك شيء ممتع جدا يا دوب ممكن تمر على الحلقات كده تسمع وتطبق معايا وخلاص كده دلوقتي انا هعرض لك كل الاسوات الكانسيننت مقسومة لي فويست وفويسلس ساونز وزي ما اتفقنا ان الاسوات الفويست هي اللي بتعمل فيبريشن في الحنجرة والفويسلس مش بتعمل حاول تحط ايدك على منطقة الحنجرة وتردد ورايا دي كانت الاسوات الفويست دي كانت الاسوات الفويست او الاسوات المتحركة بنعتبرها فويست صوتية وده لسه هنتكلم عنه في باقي الكورس ان شاء الله بالنسبة 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 للأصوات الفويست الاسوات ikه دلوقتي ممكن توقف الفيديو وتتضرب عليهم براحتك علشان التمرين الجاي دلوقتي انا هعرض لك صوت وكلمة بتحتوي على الصوت ده وانت تقولي الصوت ده voiced ولا voiceless اول صوت هو sh as in shop m as in many l as in lucky as in past دلوقتي انا هعرض لك ثلاث كلمات وعايزك تنتقهم بصوت عالي وبعد كده تقولي انهو كلمة فيهم اللي بدأت بحرف voiceless voiceless يعني مش بيعمل صوت من الحنجرة rock bread test الكلمة اللي بدأت بصوت voiceless هنا هي test وبدأت بصوت t potato name good الكلمة هنا هي potato وبدأ بصوت p zoo ship very الكلمة هنا هي ship وبدأ بصوت sh talk money eggs الكلمة هنا هي chalk بدأ بصوت t ده نفس التمرين اللي فات لكن دلوقتي هتطلع الكلمات اللي بتبتدي بصوت voiced يعني هتلاقي فيه vibration في الحنجرة boat six home الكلمة هنا هي boat وبدأ بصوت ba child child window think الكلمة هنا هي window great cell kitchen الكلمة هنا هي great بدأ بصوت ga place open fine thing الكلمة هنا هي open وبدأ بصوت vowel متحرك وزي ما قلنا قبل كده ان كل الاسوات اللي لسا ان شاء الله هناخدها في باقي الكورس بتبقى حروف voiced صوتية طيب دلوقتي هنتمرن على حاجة اسمها pairs ودي ببساطة ان بجيب لك كلمتين قريبين جدا في النطق من بعض يكادوا يكونوا نفس الشيء لكن اللي بيميزوا مع بعض ان فيه في الكلمة الاولى صوت voiced والتانية صوت voiceless حاول تتدرب عليهم اكتر من مرة لان الموضوع ده فعلا بيكسبك sense في التعامل مع البرنانسييشن كله يلا نبدأ وعايزك في المرة الاولى تسمع بس وفي المرة التانية تقرر ورايه بيل بيله بيل بيل ليف leave 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 tour door tour door sat sad 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 so zoo 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 itch edge itch edge fan van pick pig pick pig ship 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 race 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 z بس كده لو تقدر تتمرن عليهم اكتر من مرة هيكون افضل جدا دلوقتي بقى اجي وقت التمرين الي هيباين مدة فاهمك لدرس النهاردة وهو ان انا هنطق كلمة من غير الكلمة دي ما هتكون مكتوبة قدامك وانت عليك تقوللي الكلمة دي بدأ بحرف voiced ولا بحرف ou يلا نبدأ ومعاك خمس ثواني تجاوب فيهم sun zoo zoo children mother weed give cat form vocal top top طيب دلوقتي انت ممكن تكون بتسأل نفسك هو ايه لازمته لانا تعلمته النهاردة ده? ايه لازمت اصلا ان انا اعرف ان فيه صوت وفي صوت وده يفيدني في ايه اصلا في الانجلش عامتا. هوضح لك الموضوع ده بمثال بسيط. ايه الكلمتين دول? dog cat dog بتنتهي بصوت voiced اللي هو صوت cat بتنتهي بصوت اللي هو طيب انت دلوقتي محتاج تضيف ليهم الجامع. ضيف الاس وبعد كده حاولت انطق dogs cat cats اس الجامع في dogs اتنطقت z صوت z لكن في cats اتنطقت s وده لان dogs بتنتهي بحرف voiced و cats بتنتهي بحرف voiceless طيب مثال تاني هيوضح لك الموضوع هييفرق معك ازاي? ده فعل miss وده فعل play فعل miss منتهي بصوت voiceless وهو صوت s اما فعل play منتهي بصوت vowel يعني voiced طيب دلوقتي انا عايز اتصرف ال verbs دي في past temple يعني عايز اضيف ed اضيف ed وحاولت انطق missed played لو تلاحظ ed بعد الصوت voiceless اتنطقت t missed لكن بعد الحرف voiced اتنطقت d played وطبعا دي حاجة بسيطة حبيت اوضحها بس علشان تعرف ان الموضوع لي لازمة بس كده خلصت حلقة النهاردة عايزك تربي قناعة عندك كده ان دلوس الصوتيات لما بتتعاد مرة واثنين الفايدة بتضعف فما تكسلش في الخمس دقايق دول او العشر دقايق دول انك تعيد المحاضرة تاني خاصة لو انت مش حابب تكتب rules والnotes اللي بنقولها وبفكركم قد ايه تعليقاتكم ومراجعتكم للكرسي ده بتهمني جدا وبتخليني اطور المحتوى اكتر واكتر بس كده بشكركم على المشاهدة وبالتوفيق سلام موسيقى 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 موسيقى